مرحبا برج الميزان اهلا فيك في القراءة الاسبوعية لك راح تكون للاسبوعين القادمين القراءة حك الطالع الشمسي والقمري الاولى هو الشمسي الا اذا ما انطبق معاك عزيزي برج الميزان انت اشوفك قانع راضي الجانب العملي من حياتك حاليا ما ادري ليش احسك مو جدا متحفز ان تصعد وان تنجز اكثر وان تحصل على اموال اكثر ما عندك هاي الطاقة عندك طاقة الاكواب طاقة الاكتفاء حتى كرت الاعتدال او التامبرانز كرت برج القوس يملك الاكواب ويملك انصر الماء فاشوفك قانع راضي ولكن في قرارة نفسك ان تدرك ان الوضع الحالي هو مجرد عتبة مجرد مرحلة سياحين الوقت وان كنت مرتاح وجدا خلاص حسيت ان البيت بيتك حسيت ان هذا الوضع ممكن تعيش فيه لفترة طاويلة هي مجرد مرحلة انتقالية اوكي عليك ان تدرك هذا الشيء لان اذا ضليت مخلي متاعك في هاي المكان ومخيم سيكون صعب ان يوم من الايام تنسحب وتجد لنفسك شراكات افضل عروض افضل ان كانت في زواج ان كانت في وظيفة ان كانت في التجارة بشكل عام ان كانت في دول الاحتمال ان تستقطبك في الفترة القادمة ولكن انعزالك وقبولك بالواقع في الفترة الحالية احسك جدا غير متشجع من اجل التغيير هذا اللي رح يأثر عليك في نهاية مثل ما نقول الطفولة او الراحة يجب ان تنتهي يوم من الايام انت مو مرتاح لان انت وصلت لكل شي تبيه حاليا انت مرتاح لان الوضع الحالي صار مألوف بالنسبة لك مهم جدا ان تكون دائما جاهز ومستعد ان تحزم متاعك وتنتقل الوقت اللي يأتيك في عرض جديد عرض افضل موافقة الان الان احس ان في عنصر التوقيت مهم عندك رح يكون بعد كل هاي فترة الركود رح في وقت من الاوقات تصعد صعدة كبيرة فمهم ان تكون مثل ما نقول متاعك اصلا جاهزة عشان انتقالك يكون سلس لان اذا انتقالك ما كان سلس ستنتهي في مطاف او في النهاية تحاول ان تعالج التغيير الكبير لانت مريت فيه ستمر بتغييرات كبيرة ولكن اذا من الحين ما جهست نفسك لها ما اخذت الحيط او الحذر وحطيت في بالك انه في نهاية اليوم لازم اما رح اصعد بالوظيفة واذا كنت في زواج اما سيأتوني ابناء لازم اجهز نفسي واحط في بالي ان المسؤولية والتوفير وكذا كذا احط في بالي ان البزنس رح يطلب مني اكثر اذا ما حطيت هالأمور في بالك رح ينتهي بك في نهاية المطاف هذا اللي قاعدة اسمع لك التغيير اتي لمحالة رح اسحب لك كرتات ثانية اشوف ما هي الرسالة لك لان اول رسالة كانت جدا واضحة يعني في اول رسالة كانت اشوفك مثل الطفن اللي صار مرتاح في ملابس او يحبهم ولكن حان الوقت ان الملابس صار ضيق عليه انه هو نمى بما فيها الكفاية مستعد لملابس اجدد الملابس الاجدد مستعد له ولكن اذا تأخر هذه هي الفكرة اذا تأخرت ستصل الى مرحلة جدا صعب فيها ان تنتزع الملابس القديمة بسبب ضيقها طبعا تنتزع الملابس القديمة من على جسدك فكون واعيا لهاية المرحلة ومستعد لها المرحلة القادمة ايضا المرحلة فيها حيرة لك يا برج الميزان هالابقى هالارحل اوكي لديك كذا خيار ومش عارف شنو تختار اوكي عندك ايضا سبعة الاكواب تحس ان مهما تختار رح يكون كأنه ما خيارك خاطئ خلا نشوف احتمال ايضا فيه ناس يحاولون يشوشون عليك لحظة فيه ناس يحاولون يشوشون عليك بسبب انشغالك انت مشغول انت مشغول وما عندك وقت ان تنتبه للتفاصيل فعندما تأتيك العروض او الاستمارات الطلبيات انزين الامور اللي لازم تهتم فيها بالعمل تحاول ان تنجزها باسرع وقت ولكن فيه اشخاص ممكن يكونون عملاء ممكن يكونون كاستمر ممكن يكونون ناس محيطين محيطين فيك في محيط الاسرة الاهل الاصدقاء يحاولون يزيدون على ثقلك ثقل يزيدون على تشويشك تشويش انت مشغول وما تقدر تخسر وقت زيادة مع هذلين الاشخاص اوكي محتاج طاقة ملك الاغصان ملك الاغصان يجلس على عرشه ويعطي اوامر وبثقة بسرعة يوازن الامور بسرعة يعرف يفصل ما بين العقل والعاطفة ما بين شوف هني ليش انت معارف تفصل لان الكثير من الاكواب الكثير من الاشياء الاستمارات الطلبات الاشخاص اللي يتكلمون معاك احتمال في محيط العمل يريدون منك ان تقوم بالاجراءات وتنهي اعمالهم او تنهي توصيل البضاعة لهم مثلا ولكن بعضهم يتعمدون ان ياخذون الكثير من وقتك اكثر من اللازم فانت في حيرة ما هو التصرف الصحيح اشلون اوازن نفسي انا برج الميزان برج الاتزان اشلون اوازن نفسي ما بين الناس اللي فعلا يستحقون اهتمامي ووقتي اوكي ممكن يكون على اي صعيد عندك في الحياة قلت لك اجتماعي عاطفي في البزنس في التجارة في اشياء مهم ان جدا تهتم لها حاليا وبشكل مباشر وفي اشياء غير مهمة في الكواليس قاعدين مجرد ناس متمللين يحبون ان يحبون بالاهتمام ويأخذون اكثر من اللازم من حقهم منك فجدا حافظ على اتزانك اعرف الى ماذا توجه طاقتك ما هي الاكواب المهم ان تختارها في الفترة القادمة وتوجه لها طاقتك خذ طاقة ملك الاخصان الملك اللي ما يلاعب ما يسمح لأحد كل الملك بشكل عام ما يسمحون لأي أحد يضيع وقتهم ولكن بخصوص ملك النار ما عنده وقت ضيعة يعرف وجود هذا الكارت يقولي انت تعرف نوعية هذلين الاشخاص اللي يحبون نضيعون وقتك دائما احنا نتعامل بشكل يومي مع ناس يفيدونا ونفيدهم وكل واحد يروح في الطريقة هذلين يحبون يحمون حولك يضيعون وقتك لأنهم لديهم الكثير من الوقت والفراغ في حياتهم الخاصة عندنا وقت أربع سوري عندنا كرت أربع الأخصان كرت الأساسات أو العش الجديد الحياة الجديدة تعرف ليش؟ لأنه انت في الفترة القادمة غير انك محتاج للتوازن غير انك الاستقرار جدا مهم بالنسبة لك لأن هذا الشيء اللي انت مقبل عليه العمل الجديد أو حتى ممكن العلاقة الجديدة بمثابة الطفل الراضيع شيء جديد توا قدم إلى هذا العالم محتاج منك الكثير من التركيز الاحتمام التوجيه عشان تكون أساساتك مستقرة عندك أربع أساسات في الأرض إذا ما حافظت على استقرارها فسيكلفك هذا الشيء غاليا صراحة يا برج الميزان هذلين الأشخاص تحذير لك أيضا إن إذا حاولت أن تتوازن معهم أو تكون عادلا معهم تعطيهم الوقت اللازم يمكن شخص أيضا يرجع لك من الماضي ويطالب أن يرجع معك العلاقة وأنت أصلا مضيت في طريقك ومستعد للزواج بشخص ثاني فهذا الكرت يقول لك قاتل أو صارع من أجل نفسك لا تسمح للأشخاص أن يضيعون عليك الوقت الثمين الحياة الجديدة اللي بانتظارك مع الشريك الجديد الوظيفة الحالية اللي فيها الكثير من الفرص لا تخليهم يقللون من مستوى إداءك أوكي لا تسمح لهم وأيضا لا تنخرط معهم في الصراعات أو النقاشات لأن هذين الناس أحس أنه دائما رح يكون عندهم نقاش معاك دائما عندهم قصة أو شيء أو شبث أو عذر يفتحون معاك في محادثة ويظلون فيها هذا هو التحذير لك التحذير الثاني لك أو النصيحة الثاني أنه نعزل في عملك في عملك وإن كنت محاط بالناس ولكن خليك شوية غامض كل ما قل كلامك كل ما قلت فرصة هذلين الأشخاص أن يفتحون معاك أطراف الحديث هذه هي نصيحة التارو الذكية أو الذهبية لك تحت ملك النار عندنا فارس الأكواب وجودهم تحت بعض يقول لي أن تأخذ طاقة ملك النار أنزين جداً ما اسموح لك في الفترة القادمة الملك الصريح المستقل اللي ما يحب وما يقدر أي شخص يضيع وقته وطاقته تعرف ليش؟ لأن كل شيء في الفترة القادمة لازم ينبع من حبك لذاتك من حبك لعملك الجديد كأنه ما حط نفسك دائماً بين خيارين هل أختار الشخص الجديد؟ الحياة الجديدة أهم بالنسبة لي؟ العمل الجديد؟ الفرص الجديدة؟ المالية العاطفية هذي أهم بالنسبة لي؟ ولا أشخاص رح أتكلم معاهم دقيقتين يكونون موجودين في حياتي بشكل مؤقت وبعدين أعرف أنه دائماً رح يخرجون أو ينسحبون دائماً اسأل نفسك السؤال الكبير وإثعل من أجل نفسك يا برج الميزان تحرك من أجل نفسك هنا تاخذ طاقة أكتف الطاقة الأكتف هي دائماً طاقة التدخل السريع تدخل اختار من بين كل هالأكواب أنت انتق انتق الأشياء أو الأشخاص اللي لازم تعطيهم اهتمامك بشكل سريع وتساعدهم تنهي لهم الطلبيات من الأشخاص اللي حاولون فقط أن يضيعون وقت رح أسحب لك نصيحة أخيرة يبرد الميزان موضين سبعة الأكواب فارس الماء يأخذ كوب واحد ينتقي المشاريع اللي يعمل عليها العلاقات اللي تدخل في حياته انتق تصرف وكأنما شريكك موجود الآن اهني يقول لك وإن كنت لم تحصل على كل ما تتمنوا في هذه الحياة لحد الآن مجموعة الثلاثة والسبعة عشرة عشرة الاكتمال أنت موجود شريكك معك ويحبك والحياة كيلها بخير لازم تتصرف أن الأمور اللي تريدها في الحياة حدثت لك تدري ليش؟ لأن هذا بيكون مثل الحماية لك إذا تتصرف بتهور وتسمح للآخرين أن يدخلون يخرجون من حياتك على كيفهم يضيعون وقتك على كيفهم انت مش واعي أن هذا يأخرك عن دخول الشريك الشريك اللي في النهاية راح تكون سعيد معه الشريك اللي راح يسعدك وتسعده يقول لك بغض النظر عندك أحد في حياتك أولا تصرف كأنهم موجودين ولهم حق عليك لهم حق في أولوياتك في وقتك لهم حق في الطاقة طاقتك أنت وين توجههم مع من عملك يجب أن يكون هادف في الفترة القادمة كل شيء لغرض عندك ثمانية الخماسيات لا تنسى سو كل شيء بثقة وبغرض وبدون أن تسمح لأحد أن يتلاعب بالأساسيات اللي وضعتها لنفسك لأن في النهاية الشريك سيدخل في حياتك في وقت ما هل تريد أن يدخل وأنت لحد الآن الأمور عندك مكركبة وصلك فترة تسمح لهذه الناس أن يسوون اللي يسوونه في حياتك ولا يدخل الشريك في حياتك أنت عندك صفحة بيضة وعلى أتم الاستعداد شكرا عزيزي